مع التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والضربات التي شنت بقيادة أمريكا وبريطانيا يظهر سؤال عن حجم الترسانة الحوثية التي تراهن عليها الجماعة في قصفها ومنعها للسفن من الإبحار ترسانة الحوثي تضم سلاحاً يتكدس منذ عام 2004 وما زاد حجمها ونوعيتها سيطراتهم على صنعاء العاصمة وما تبعه ذلك من استحواذ على صواريخ الحرس الجمهوري اليمني إضافة لألوية القوات الجوية والبحرية والتي تضم صواريخ هواسونغ الكورية الشمالية ومنظومات أرجو SE2 و3 و6 و9 السوفيتية وكذلك صواريخ SS21 وB21 و22 ومنظومات C801 الصينية وتضم الترسانة كذلك صواريخ بحرية وصواريخ كروز وأخرى مضادة للسفن وعدداً محدوداً من الصواريخ الباليستية التكتيكية ترجمة نانسي قنقر